اشتركوا في القناة ضد العالم الخارجي يمكن أيضا للبشر أن تطعي أدلة مهمة لصحتك العامة يحمي الجلد جسمك بعدد طرق ويوفر الجلد حادث لحماية الجسم من غزو البكتيريا والمخاطر البيئية المحتملة الأخرى التي ممكن أن تكون خطيرة على صحة الإنسان يلعب الجلد أدوارا أخرى أيضا يحتوي على نهايات عصبية تديه لك الشعور عندما يكون الجسم ساكن جدا أو حادا وأيضا تساعد الغدد العراقية والأوعية الدموية الدقيقة في جلدك على التحكم في درجة حرارة جسمك وتحول الخلايا الموجودة في بشرتك أيضا ضوء الشمس إلى فيتامين D وهو فيتامين مهم للصحة العظام يمكن أن تنبهك البشر أيضا إلى وجود مشكلة صحية قد يشير الطفح الجلدي الأحمر المثير الحكة إلى وجود حساسية أو عدوى وقد يكون أيضا ظهور طفح جلدي أحمر اللون على وجهك علامة على مرضى الذئابة قد يشير اللون الأصفر إلى مرض الكبد وقد تكون الشامات الداكنة أو الغير محتادة علامة تحذيرية لسرطان الجلد يمكن أن تصبح بشرتك جافة جدا لن تشرب كمية كافية من السوائل أو تقضي وقتا طويلا في ظروف مشمسة أو جافة في حين غسل يدين مهم للنظافة الجيدة فإن غسل يدين كثيرا يمكن أن يؤدي أيضا للجفاف الجلد خاصة إذا كنت تغسل بالماء الساخن والصابون القاسي لعلاج البشرة الجافة استخدم الكريمات أو المصدرات المرطبة واستخدم الماء الدافئ بدلا من الماء الساخن عند الاستخدام يمكن للشمس أن تلحق الضرر ببشرتك أيضا تحتوي شعة الشمس على شعة فوق البلنستجية التي يسبب حروق الشمس وتجعل بشرتك تتقدم في العمر بشكل أسرع ما يؤدي لمزيد من التجاعد ما تقدمك في العمر هناك صلة قوية بين التدارض الأشعة الفوق البلنستجية وصراطان الجلد لذا أحمي بشرتك من أشعة الشمس وارتدي القبعات والملابس واقع أخرى واستخدم واقعا للشمس بعامل حماية من الشمس أي SPF لا يقل عن 30 وقلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس خلال ساعات الصباح المتأخرة وبداية ساعات الظهيرة عندما يكون الضوء الشمس أقوى إذا أهم النصائح التي ممكن أن نقدمها للناس لبشرة صحية هو أولا استخدام ماء دافئ وليس ساخن واستخدم منظفات محتدلة لا تسبب التهيج ثانيا تجنب التعرض الشديد لشعة الشمس واستخدم واقع الشمس وارتداء الملابس الواقعية ثالثا لا تستخدم سرة التسمير أو المصابح الشمسية حيث تم بعث منها أشعة فوق البلنستجية الضارة مثل الشمس رابعا تجنب جفاف الجلد يشرب الكثير من الماء واستخدم ملطبات أو المستحضرات أو الكريمات اللطيفة حامسا الحد من التوتر يمكن أن يضر الإجهاد ببشرتك وأنظمة الجسم الأخرى سالسا الحصول على قصد كافي من النوم يوصل الخبراء بحوالي 9 ساعات في الليل للمراهقين و7 إلى 8 ساعات للبالغين سابعا تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أي تغيرات غريبة على جلدك مثل الطفح الجلدي أو الشامة التي تتغير حجمها أو لونها ثامنا التدخين يجعل بشرتك تبدو أكبر سنا ويساهم في ظهور التجاعد يؤدي التدخين لتطيق لوعي الدموية الدقيقة في طبقات الخارجية من الجلد تاسعا وأخيرا تناول نظام غذائي صحي يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الصحي على الظهور والشعور بأفضل ما لديك تناول كثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات القالية من الدهون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى عمل اللايك وسبسكرايب للقناة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر